بمعرفتك بطبيعة المعارك دكتور محمد ما الذي يحتاجه الجيش الأوكراني لقلب الموازين في هذه المعارك؟ يحتاج إلى دعم من ناحيتين بالضخيرة لأنه في تلك المنطقة إيصال الضخائر يشكل خطورة كبيرة لماذا؟ لأن الطيران الروسي والمدفعية الروسية تقصف الآن خطوط الإمداد حتى القطار الذي كان يأتي من كييف إلى ليسي تشانسك الآن متوقف من خاركوف إلى ليسي تشانسك متوقف وبالتالي الحصول على دعم صعب جدا الأمر الثاني هي تحتاج إلى الحصول على مدفعية طويلة الأمد لماذا؟ لأنه في الخطوط الأمامية في مدينة سيفري دانيسك والخطوط الأمامية للدنباس لا يقاتل الجيش الروسي بأعداد كبيرة إنما يضع في الخطوط الأمامية أعداد قليلة ثم يركز على المدفعية بمعنى إذا جئنا إلى الواقع لديك الآن خط الجبهة هذا خط الجبهة يضع فيه عدد قليل من المقاتلين والجهون المدفعية والإحداثيات ثم الضرب يأتي من الخلف يعني نفس الخطة في 2014 وكانت خطة ناجحة جدا المشكلة عند الأوكرانيين أنهم موجودين في أماكن تصلهم القذائف وهذا ما سبب لهم خسائر ما بين 100 إلى 200 مقاتل يومية ليس لهم خيار إلا أنه يعملون نفس ما عملوه في مدينة آفديفكا مدينة آفديفكا هذه مدينة تقع خلف مطار دانيسك لم يستطع الروس سيطر عليها لماذا؟ لأنه كان فيه مدفعية في هذه المنطقة تبعد الروس عن المطار واستمر الموضوع أكثر من سنة والمدينة لم تسقط إلى اللحظة الحالية وبالتالي الأوكران ماذا يحتاجون؟ يحتاجون مثلا المدفعية الأمريكية هيمارس التي يبلغ مدها أكثر من 70 كيلومتر يعني أنت ستسدد من مسافة 70 كيلومتر وتتحرك وتغير موقعك هذا ممكن أن يحدث فارق في الحرب خاصة أن الجيش الروسي منهك ومتعب بشكل كيلومتر اشتركوا في القناة